أجراث الإنذار الأممي المبكر من مجاعة محتملة في اليمن ما فتأت تطلق تحذيراتها فيما أصابع ميليشيا الحوثي في آذانها أحدث هذه الإنذارات هو بيان مشترك من منظمة الأغذية والزراعة فاو وبرنامج الأغذية العالمية يحذر من أن اليمن وثلاث دول أخرى معرضة لخطر المجاعة وعلى موقعه في تويتر قال برنامج الغذاء العالمي إن ملايين اليمنيين محاصرون من الصراع والجوع وإن تكلفة الغذاء الأساسية باتت أغلى تكلفة من أي وقت مضى ووفق المعايير الإنسانية للأمم المتحدة لا يتم الإعلان عن مجاعة منطقة إلا في حال حدوث النقص الغذائي الحاد لما لا يقل عن 20% من الأسر وبالنسبة لا تتجاوز 30% عند الأطفال ووفاة شخص واحد من كل عشرة آلاف شخص يوميا ووفق مؤشرات الحال فإن اليمن تعيش على خط التماس من هذه النسبة المعيارية المعتمدة دوليا لأعلانه بلدا مجاعا وتعمدت ميليشيا الحوثي إنتاج مجاعة مدبرة في اليمن بحربها على جهود الإغاثة الإنسانية الدولية وموظفيها ونهب المساعدات كمجهود حربي لمقاتلها وبضاعة في السوق السوداء ومع تسبب الحوثيين في تدهل العملة والإنتاج الزراعي وتفشي الأوبئة وأمراض سوء التغذية تقرع المجاعة الباب فترفع الأمم المتحدة يدها عن اليمن فيما تبدؤ أياد اليمنيين في قرع الصحون الفارغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر